أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية العمل المشترك نحو توطيد أطر العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بما من شأنه تعزيز أفق التعاون على المستوى الثنائي وكذلك التنسيق للإسهام الحيوي لحفظ مصالح واستقرار المنطقة وأوضح سموه لدى لقائه سعارة السيد أنتولي بلينكين نائب وزير الخارجية الأمريكي وجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الشراكة الاستراتيجية بين قوى المنطقة وباقي الأطراف المجتمع الدولي تعتبر ضرورة ملحة لتحقيق التقدم الملموس نحو بلوغ الحلول المستدامة فيما يتعلق بتأزم الوضع في سوريا ومعالجة آثاره الملحة من وضع إنساني كارثي واستغلال التيارات المتطرفة للتعقيدات في المشهد السوري وأشار سموه إلى ما قام به التحالف العربي من أجل اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من خطوة ريادية لاحتواء الوضع في اليمن الشقيق متابعة لما قامت به دول الخليج من محطات دعم للاستقرار والسيادة شملت المبادرة الخليجية مؤكدا سموه أن الخيارات الدبلوماسية ستكون حاضرة دائما وستحظى بالدعم من مملكة البحرين والأشقاء في التحالف العربي ورحب سموه بالمشاركة الأمريكية في منتدى حوار المنامة مشيدا سموه بحرصها على الإسهام في حوارات هذا المنتدى كما استعرض سموه في اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بالأمن والاستقرار في المنطقة وجملة من الموضوعات والقضايا الرهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر